موسيقى السلام عليكم حياكم الله عزاني المشاهدين أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين كيف يواصل الاحتلال الصهيوني محاربة التعليم في مدينة القدس المحتلة؟ ما أبرز سياساته لصهينة المدارس والمناهج الفلسطينية في المدينة؟ لماذا يستهدف الاحتلال مدارس البلدة القديمة على وجه الخصوص؟ وعلى ماذا تشتمل الخطة الخمسية للاحتلال تجاه المدينة المقدسة؟ أما في زارة المدائن فنتابع أو نتعرف على جدار الفصل العنصري حول المدينة المباركة كما نتابع في ذاكرة فلسطين معركة الكرامة التي وقعت عام ثمانية وستين وتسعمائة وألف فتفضلوا بالبقاء معنا لقدس الحبيبة زاد المسافر وخفق الضمير ونبع المفاخر وبين المآذن أرسلت روحي وعلقت فوق القباب المشاعر ترجمة نانسي قنقر 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 في الأراضي المحتلة عام ثمانية وأربعين وتسعمائة وألف كما سعى الاحتلال لفرض البرنامج التعليمي الإسرائيلي بصورة تدريجية مع تضيق الخناق على المدارس الخاصة أو ما تعرف بالمدارس الأهلية اليوم أيضا تعاني المدينة من انهيار شبه كامل في كافة قطاعاتها خاصة في القطاع التعليمي ذلك القطاع الذي له دور أساسي في تنشئة جيل واعن بقضيته ولذلك كان التعليم في القدس المحتلة هدفا مباشرا للاحتلال الصهيوني الذي يعمل لتدميره وأضعافه حيث أصبح يعاني من سياسات الاحتلال فبات الألاف من الطلاب بلا مقاعد دراسية والعديد من المدارس تفتقر لأدنى المقومات والأساسيات من معلمين وقرطاسية وخدمات أخرى ناهيك عن تهويد المناهج الدراسية وتحريفها إضافة لوضع معيقات أمام عملية بناء المدارس وترميمها لذلك نتحدث اليوم مع ضيوفنا الكرام عن القدس مدارس في دائرة الاستهداف مع ضيفنا الدكتور سعيد الدهشان الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني في الأستوديو مرحبا بك معنا دكتور في هذه الحلقة كما يسعدنا أن نرحب من مدينة القدس مباشرة بالدكتور زيد ألقيق متخصص في قضايا التعليم في مدينة القدس أهلا وسهلا بك معنا دكتور زيد أهلا وسهلا بكم اسمحاني أن نذهب إلى مشاهدة هذا التقرير ثم نعود لإفتتاح النقاش ودراسة هذا الموضوع السويا إن شاء الله حكومة الاحتلال الصهيونية على التعليم في القدس لكنها الأوقح جراء تشديد سياساتها وقيودها لصهيانة المدارس والمناهج الفلسطينية في المدينة المحتلة حيث كان آخرها تصريح وزير التعليم الصهيوني رافي بيرتس بأن هناك دراسة جدية لإلزام المدارس العربية برفع عالم الكير الصهيوني الأمر الذي لقى ترحيبا صهيونية من مضطرفين كثر كرئيس اللجنة الإدارية لجمعية عوز اليمنية المتطرفة الزهار طال مما أثار استياء المقدسيين بكافة مستوياتهم حيث صرح الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور أن الإعلان عن هذا الموضوع ليس مستغربا في ظل محاولات الاحتلال لإحلال المناهج الصهيونية مكان الفلسطينية هناك خطط للتعليم وضعتها لسلطات الاحتلال من أجل تهويد التعليم خاصة فيما تعلق بشط بالمناهج اللي هو العربية ووضع مناهج تتوافق وتتمشى مع السياسات اللي هو الاحتلالية كذلك أيضا بعض حتى اللي هو في الأدب والتاريخ والجغرافيا تم حزف كثير منه اللي هو الفقرات التي تدل على وطنية لما طبعا مدينة القدس ومدينة القدس كإسلامية دولة الكياري تحاول دائما بكل ما تملك من قوة محاربة التعليم الفلسطيني بشتى الوسائل ومواجهتها تأتي من خلال أولياء الأمور في القدس المحتلة ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات المقدسية والمرجعيات الدينية من أجل الحفاظ على استقلاليتها وطابعها العربي فالمحاولات الصهيونية متواصلة في محاربة التعليم بالقدس وممارسة التضييق على المدارس في البلدة القديمة والعيسوية وشعفات وكافة المدارس الأخرى تمثل واقعا صعبا يحياه المقدسيون حيث يقول إذا حكومة الكيان تمارس العنصرية بشكل كبير لدرجة أنها تفرض على الطلب المقدسيين الحبس المنزلي وهو الإجراء الوحيد من نوعه الموجود في العالم إضافة لمحاولات مستمرة لتمرير الكتب والنسخ المشوهة والمزيفة للتاريخ وحظر تربيم الغرف الصفية وتحريم بناء المدارس الجديدة احتلال إسرائيل يسعى للسيطرة على مناهج التعليم في مدينة القدس والسيطرة أيضا حتى على المدارس وإدارة المدارس في مدينة القدس في بعض الأحيان يقوم بإغلاق مدارس خاصة المدارس التاب على الوكالة بحيث أنه يريد أن ينهي عمل الوكالة في مدينة القدس سلوك تمارسه حكومات العدو المتعاقبة في استمرار حث المدارس الفلسطينية على الانتقال من مناهج التعليم الفلسطيني إلى مناهج التعليم العبرية وتشجيع التصهي في صفوف المقدسيين حيث رصدت حكومة الاحتلال العام الماضي في إطار ما أطلق عليه بالخطة الخماسية ملايين الدولارات لدعم المؤسسات التعليمية التي تدرس المنهاج الصهيوني ولتطوير وصيانة المدارس التي اختارت المناهج الصهيونية وكذلك الاستيجار بنايات جديدة لها إضافة إلى تطوير التعليم التكنولوجي من مختلف المستويات في خطوة عنصرية لمحاربة المدارس الفلسطينية التي تعاني وضعا صعبا لحثها وتشجيعها على الانتقال من المناهج الفلسطينية إلى الصهيونية بما يخدم السيطرة على مضامين المناهج الفلسطينية إذن تابعنا وإياكم أعزائنا المشاهدين في هذا التقرير تشديدات الاحتلال وتضيقه على التعليم في مدينة القدس وعلى المدارس والتي هي البيت الثاني أو الأول أحيانا للطلبة المقدسيين في المدينة دعوني مرة أخرى أرحب بضيوف الكرام الدكتور سعيد الدهشان متخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان أهلا وسهلا فيك دكتور معنا مرة أخرى وكذلك بضيفي من القدس المحتلة الدكتور زيد ألقيق المتخصص في قضايا التعليم في مدينة القدس وأبدأ معك دكتور بالحديث عن خصوصية مدينة القدس في القانون الدولي قبل أن ندخل إلى خصوصية قضية التعليم على وجه التحديد بسم الله الرحمن الرحيم القدس من تعريف القانون الدولي تختلف قليلا القدس الشرقية عن القدس الغربية القدس بشكل عام لها وضع خاص في القانون الدولي لكن فلنبدأ بتجزئة هذا وتبيينه بشكل مبسط وسريع للسادة المشاهدين في سنة 1947 صدر قرار التقسيم قرار التقسيم قسم فلسطين لدولتين يهودية وعربية مع أنه اليهودية دين مش قومية إلا أنه سموها يهودية وعربية أعطوا الفلسطينيين العرب فيها 44% من مساحة فلسطين الانتدابية ولاحظ كلمة الانتدابية زمن الانتداب البريطاني لأن فلسطين بالمفهوم التاريخي هي تشمل الجزء الجنوبي من بلاد الشام لكن خلينا في القانون الدولي فأعطوا الدولة العربية 44% والدولة العبرية يعني ما يزيد عن 55% نصف في المئة تقريبا هي مساحة مدينة القدس جعلوا لها وضع خاص تحت إدارة دولية فمنذ ذلك الوقت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والقانون الدولي يعتبر القدس لها وضع خاص لكن عندما وقعت الحرب تم احتلال 86% من مساحة مدينة القدس في حرب 1948 وعندما تم الاعتراف بإسرائيل تم الاعتراف بسيطرتها وليس بشرعية وليس بشرعية سيطرتها وسلطتها على القدس والدليل على ذلك كثير من الناس لا يعرف هذا تم الاعتراف بإسرائيل بـ 22-5-49 يعني بعد قيام الدولة بسنة بعد سبع شهور من هذا في 8-12 8 ديسمبر 1949 صدر قرار من الجمعية العامة يوصي سلطات الاحتلال بالحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس وعدم إحداث أي تغييرات فيها سواء في تراثها أو في معالمها أو في طوبغرافيتها أو في سكانها فالقدس لها وضع خاص هذا أن هي قدس اللي هي الغربية نعم فلنأتي إلى القدس الشرقية اللي هي تقريبا بتمثل 11.5% من مساحة القدس بشكل عام وفي 4.5% كانت منطقة فاصلة هذه تشمل البلدة القديمة والبلدة القديمة تشمل المسجد الأقصى هذه بكل المواثيق والأعراف الدولية تعتبر أرض محتلة وفي عشرات بل ومئات القرارات الدولية ذكرت الأراضي المحتلة بما فيها القدس الضفة الغربية وقطاع غزة أو قطاع غزة والضفة الغربية بما فيه القدس الشرقية هذه كلها تعتبرها أرض محتلة وبالتالي ينطبق عليها القانون الدولي الإنساني وينطبق عليها اتفاقية جينيف الرابعة وتعتبر لها أحكام خاصة في القانون الدولي وليس أدل على ذلك من فتوى محكمة العدل الدولية سنة 2004 بشأن الجدار والمسائل المتعلقة به من ضمن المسائل ناقشت المحكمة وأصدرت فتوى أن القدس الشرقية هي أرض محتلة وينطبق عليها القانون الدولي الإنساني مقدمة جميلة فيما بعد لإسقاطها على وضع التعليم وقطاع التعليم في المدينة المحتلة أرحب بك مرة أخرى معنا دكتور زيد وأسمح لي بالتساؤن عن أوضاع التعليم كيف ترصدها من الناحية الأكاديمية وأنت متخصص في هذا الشأن وأيضا من الناحية العملية الميدانية حيث أنك أحد أبناء هذه المدينة بسم الله الرحمن الرحيم واقع التعليم في مدينة القدس الآن نحن نصنفه من خلال النظر إلى الأمور التالية بداية تعقيب سريع على كلام الدكتور الفاضي الضيف عندكم مادة جينيب في مددتها رقم 24 و50 هناك نص واضح يتحدث عن أن الاحتلال يتحمل مسؤولية تعليم الشعب المحتل بما يتناسب مع ثقافته ودينه الآن هذا فيما يتعلق بالجانب الدولي لكن عندما نتحدث عن خصوصية التعليم داخل القدس مجرد أن حدث الاحتلال بعد الاحتلال المباشرة في العام 67 كان التعليم على رأس أولوية الاستهداف مباشرة أصدر الاحتلال قانون ما يسمي في حينها قانون الإشراف على المدارس العربية وسيطر على المدارس التي كانت تشرف عليها السلطات الأردنية وحاول تغيير المناهج وجميع يعلم الوقفة التاريخية التي وقفها المربون والمعلمون الأفاضل في تلك الفترة وفشلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على قطاع التعليم في مدينة القدس المحتلة والنتيجة لفشله انتهج مباشرة سياسة نسميها بسياسة الإهمال والتهميش أهمل المباني أهمل جوذة التعليم وكانت المدارس التي يشرف عليها في تلك الفترة تعاني من إهمال في جميع قطاعات التعليم وفي جميع مجالاته الآن أبدأ بالإجابة عن سؤالك عن واقع التعليم حاليا واقع التعليم حاليا هو عبارة عن الهجمة الثانية التي بدأت على التعليم وبدأت تحديدا في العام 2011 في العام 2011 أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الكتب المحرفة ووجهت كتاب رسمي للمدارس الفلسطينية في جميع أنحاء وبلدات القدس المحتلة تجبرها فيها بتوزيع الكتب المحرفة على الطلاب لكن لم يستطع الاحتلال فرض الرقابة ولم يستطع الدخول إلى المدارس لاعتبارات هو يدركها وذي خصوصية الموضوع الآن في توصية صدرت من لجنة مختصة أوصت فيها باتباع سياسة جديدة فيما يتعلق بالتعليم وهي الانتقال من سياسة المواجهة المباشرة إلى سياسة الدمج والاستعاب وهنا أبدأ الإجابة عن سؤالك ما الذي يحدث حاليا الذي يحدث حاليا أنه في 2017 كشف نفتر بنت وزير التعليم في حينها عن خطة لمواجهة التعليم الفلسطيني داخل القدس المحتلة الخطة تقضي باختصار على صرف ميزانيات ضخمة من أجل تغيير المناهج 1-2 تغيير نظام التعليم من غير الاستضامة مباشرة مع المدارس الفلسطينية عن طريق بناء مدارس جديدة تعتمد المنهاج الإسرائيلي وافتتاح صفوف جديدة داخل المدارس الموجودة حاليا فنحن الآن يوجد عندنا 21 مدرسة وافتتح فيها صفوف تدرس المنهاج الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع المنهاج الفلسطيني والآن في العام 2018-2019 هناك 6 مدارس جديدة تدرس المنهاج الإسرائيلي ما الذي يريده الاحتلال؟ هنا هدف الخطة بشكل صريح الذي أعلنوا عنه هو تقديم دمج الفلسطينيين سكان القدس في التعليم لكي نضمن لهم وظائف في المؤسسات الرسمية الإسرائيلية وبالتالي كي نستطيع من دمجهم في المجتمع الإسرائيلي هذا كلام خطير جدا دكتور أرجو أن تبقى معنا سنعود إليك الذي تكلم به دكتور زيد كلام خطير وفي الحقيقة هو يدفعني للسؤال عن التزامات الاحتلال كما قال في إجابته التزامات الاحتلال تجاه المدينة المحتلة في القانون الدولي والإنساني الموجود والذي هو معروف أن الاحتلال ملزم برعاية شؤون التعليم والصحة وغيرها بداية تحية للأستاذ زيد في مدينة القدس الصامدة ولأهلنا الصامدين المرابطين في هذه المدينة المقدسة نقول لكم أنتم حجر الزاوية في هذا المشروع الكبير الذي يستهدف تراثنا وقيمنا لا يستهدف فقط الأرض بل يستهدف الإنسان ومن استهداف الإنسان تهجيره أو تجهيله إن بقي أو جعله متخلفاً مدمناً فاسداً بعيداً عن فكر المقاومة وعن فكر استرداد الحقوق المشروعة لهذا الشعب الذي مضى عليها عقود طويلة القانون الدولي واضح في هذا اتفاقية جينيف بما أننا قلنا القدس هي أرض محتلة ينطبق عليها اتفاقية جينيف الرابعة اتفاقية جينيف الرابعة كما سبقني في ذلك الأستاذ زيد في المادة خمسين والمادة واحد وخمسين وما بعدهما في الأراضي المحتلة هناك واجبات على دولة الاحتلال من ضمن الواجبات أن ترعى المؤسسات الصحية والمؤسسات التعليمية وأن تقوم برعايتها والإنفاق عليها وتوفير كل سبل إلزامية التعليم للأطفال ما دون 15 سنة هذه من واجبات دولة الاحتلال لكن نرى على أرض الواقع والأستاذ زيد يعرف أكثر مني أن هناك ربما أربع أو خمس أنواع من المدارس في مدينة القدس والمستهدف هو عنصر واحد من أربع عناصر العملية التعليمية هي مدرس وطالب ومنهاج تعليمي وبيئة تعليمية المستهدف هنا هو المنهاج حتى نخرج طالب في المنتج الأخير يكون لا يعرف قضيته محاربة التعليم يعني محاربة الحقيقة إفساد التعليم يعني تزوير التاريخ يعني بسط الرواية الإسرائيلية يعني تغيير الجغرافية الأسماء لن تصبح هذه القدس ستصبح أرشاليم سيتغير اسم الشوارع هذا ليس شارع يافا الخليل هذا شارع يافو أو هذه ليست المدينة الخليل هذه هيبرون إلى آخره وهذه نكبتنا في فلسطين 1948 ليست النكبة إنما هذا الانتصار والفوز الإسرائيلي بتحقيق الحرية والعودة لأرض الأباء والأجداد إلى آخر هذه الرواية التي يريد الإسرائيلي أن يعلمها لأطفالنا ليمحوا ذاكرتنا ليعمل ديليت ويأتي بكتابة لفايل جديد يكتب عليه ما يشاء لكن أهلنا في فلسطين متمسكون والقانون الدولي معهم يساندهم لكن القانون الدولي هي نصوص تحتاج لقوة على الأرض لدينا أنواع مختلفة من المدارس مدارس ترعاها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية تحت غطاء وزارة الأوقاف الأردنية ومدارس الأونروا ومدارس خاصة ومدارس تتبع وزارة المعارف الإسرائيلية وربما هناك مدارس أخرى الأستاذ زيد يعرف أكثر مني لكن المقصود هنا أيها الفلسطيني نارت دعما من حكومة دولة إسرائيل التي هي مجبرة وفق القانون الدولي أن تنفق على العملية التعليمية بكل مكوناتها تلتزم بالمنهاج هي لا تلتزم تريد أن تلزمك أنت بالمنهاج ثم ندعم مع أن الدعم هو واجب عليها واجب عليها من منطوقين من المنطوق الأول أنها دولة احتلال بنص اتفاق الجينيف المنطوق الثاني أنك تجمع ضرائب من السكان الفلسطينيين باهظة جدا وأنت لا تنفق على المرافق الفلسطينية في الصحة والتعليم أنت يأخذ ضرائب من المرافق نفسها من المدارس نفسها وغيرها ولا تعطيهم وتعطي المدارس الإسرائيلية وهذا انتهاك واضح وصريح لالتزامات إسرائيل لأن إسرائيل طرف إسرائيل طرف في التفاقية الجينيف وبالتالي على السلطة الفلسطينية ودولة فلسطين والدول العربية والإسلامية أن تدعو الدولة الحافظة لاتفاقية جينيف أن تدعو الدول الأطراف لمخاطبة دولة الاحتلال بالوفاء بالتزاماتها ما الذي يمكن فعله في هذا الجانب هذا السؤال التالي لكم إن شاء الله دكتور لكن دكتور زيد مسألة التهميش والاحتواء قضية مهمة أريد أن تذكرها بالتفصيل كيف يفعل الاحتلال ذلك دون الحاجة إلى صدام حقيقي مع القائمين على قطاع التعليم مع الطلبة الذين يتعرضون لإجراءات سيئة جدا منها الحبس المنزلي والإبعاد وغيره بالإضافة إلى ما يسمى بأسرلة المناهج أو التعليم في المدينة القدس أرجو أن تعرفنا أكثر بهذا المصطلح ماذا نقصد بأسرلة التعليم وهو مصطلح دارج في الإعلام نعم صحيح أسرلة التعليم يعني سيطرة السلطات الاحتلال الإسرائيلي على كل قطاع التعليم في القدس المحتلة وجعله إسرائيليا خالصا هذا ببساطة عندما نحدث عن الأسرلة التعليم نحن لا نتحدث فقط عن تغيير المناهج لأن المناهج والكتب والمقررات الدراسية التي بين أيدي أبنائنا هي جزء من العملية التعليمية هم يسعون إلى سيطرة كاملة على نظام التعليم في مدينة القدس يسعون إلى السيطرة فيها على المعلمين وتعيين المعلمين على المدراء وتعيين المدراء على الكتب التي بين أيدي أبنائنا على البيئة المدرسية على الأعلام التي تعلق على الجدران المدرسية هم يسعون للسيطرة على كل هذه الأمور هذا هو شأن الاحتلال وكأي احتلال في العالم يسعى إلى عمل غسيل أدمغة للشعب المحتل الآن الرسالة التي شهدها الاحتلال قبل حوالي سنتين كانت واضحة فيما يتعلق بهبة ما يسميه في هبة البوابات في حينه المقدسيون كانوا خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى الاحتلال يريد عندما يمرر سياسات خاصة في اتجاه المسجد الأقصى واتجاه مدينة القدس لا يريد أن يرى المقاومة وسبيله إلى ذلك بتغيير المناهج سبيله إلى ذلك حذف المناهج سبيله إلى ذلك تغيير نظام التعليم الخطة كما سبق وأشرت الخطة تعلن صراحة التي نشرها نفتة لبينت في 2017 تعلن صراحة أن هدفنا تحصين المدينة من الداخل ماذا يعني تحصين المدينة من الداخل؟ معناها عدم مجود أي مقاومة لجميع الأنشطة التطبيعية والأنشطة الأسرى والأنشطة التهودية بحق المدينة هذا ما يعني تحصين المدينة من الداخل كيف يكون ذلك؟ السبيل إلى ذلك بعمل غسيل أدمغة للأجيال الناشرة للأجيال التي سوف تكون على بوابات الأقصى مدافعة عنه وعلى بوابات مدينة خدس مدافعة عنها الآن واقع التعليم واقع التعليم أبدأ فيه بما نشره مراقب إسرائيل في تقريره للعام 2013 يقول صراحة في تقريره هناك نقص في 2000 غرفة صفية هذا أولا ثانيا في الإحصائية التي نشرها بناء على بيانات وزارة المعارف الإسرائيلية 26% من طلاب مدارس بلدية القدس يتسربون بمعنى أن من بين كل 100 طالب هناك 26 طالب من المدارس التي تشرف عليها بلدية القدس الاحتلالية يتسربون مصيرهم تسرب ومن هنا نأخذ دلالة عن جودة التعليم وعن ماذا يفعله الاحتلال لذلك الاحتلال نعم تفضل بلا شك كل هذه المظاهر أو الظواهر التي يعاني منها قطاع التعليم هي ناتجة عن أجندة وناتجة عن تخطيط مسبق كما تفضلت دكتور زيد أرجو أن تبقى معي دكتور ما الذي يمكن فعله يعني هم يتحدثون عن سياسة احتواء سياسة تهميش سياسة تحصين أو تحطيم أو سميها ما شئت من داخل هذه القلعة وإفراغها من الانتماء يعني إفراغ هذه الأجيال من إحساسها بالانتماء لأنه كلما ظهرت هناك مشكلة ينصدم الاحتلال بأن المقدسيين متعلقين بهذه المدينة وبالتالي لا يمكن ترك المسجد الأقصى يتعرض للتهويد وإلى آخره ما الذي يمكن فعله على الصعيد العرب والفلسطيني؟ هناك مسارين مهمين في عملية التصدي لهذا المسار الأول هو مسار التحصين والصمود والمسار الثاني هو مسار الملاحقة والمقاضى لا نكتفي العمل المنظم دائما يحتاج لعمل منظم ضده العمل الذي يستند إلى خطط وتكتيكات ومراحل لا يكفي أن نقول لأولياء الأمور اصمدوا وللمؤسسات الأهلية ادعموا مدارس فلسطين هذا لا يكفي العمل المنظم يحتاج لعمل منظم وبالتالي أنا أقترح أن يكون هناك مسارات للعمل المسار الأول هو مسار التحصين والصمود والمسار الثاني هو المقاضى المسار الأول أنا أدعو مؤسسات المجتمع المدني أن تدعم مدارس فلسطين داخل القدس المحتلة التي تدرس بالمنهاج الفلسطيني وسواء كانت في مدارس الأوقاف أو مدارس الأناروا أو أي مدارس المجال الثاني منظمات الدولية أن يقوم بالشكاية لها وتوضيح لها أن إسرائيل تعتدي المسار الثالث في ضمن النقطة الأولى اللي هي الدول الإسلامية أن يكون لها دور في أن تتبنى مثلا دولة كذا مدرسة معينة بكل طاقمها باستعجار أبنيتها بمعلميها لأنه لا يكفي أن نقول لجمعية خيرية في أقصى الشرق هناك في أندونيسيا أو ماليزيا لو سمحتم إدعمونا بعشرة ألاف بمائة ألف لدعم الطلاب في مدينة القدس هذا لا يكفي البعد الثاني هو بعد المقاضى لا يكفي أيضا أن نحصن مدارسنا بل يجب أن نوقف المعتدي عند اعتداءه وأن نذهب إلى المجتمع الدولي ونضعه أمام اختبار حقيقي أنتم الآن هناك انتهاكات حقيقية للقانون الدولي الإنساني وهناك عدم التزام إسرائيل بالتزاماتها وعدم وفاء بل هناك انتهاك للنصوص صريحة في اتفاقية الطفل اتفاقية التمييز اتفاقية جينيفر الرابعة فلنذهب إلى محكمة العدل الدولية فلتذهب السلطة الفلسطينية مدعومة بجامعة الدول العربية مدعومة بمنظمة المؤتمر أو التعاون الإسلامي ولتذهب إلى محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية هنا ستحرك اختصاصها وفق الالتزامات التي تلتزم بها إسرائيل وتقاضيها بالحق المدني الحق المدني يعني التعويض وجبر الضر هذا على الأقل مجرد رفع قضية ستستمر سنوات لكن إسرائيل تشعر أن هناك فعل مضاد وستبدأ بتعديل سلوكها لأن محكمة العدل الدولية تتمتع باحترام وبقبول من المجتمع الدولي ولها وزن وقرارتها حتى فتواها غير الملزمة لها وزن مثل وزن القانون ما الذي يمنع السلطة إذن من التوجه إلى هناك؟ أعتقد أن السلطة الفلسطينية عليها ضغوط كبيرة فعندما توجهت إلى المحكمة الجنائية الدولية استمرت من الـ 2009 إلى 2015 ست سنوات تحت ضغط شعبي وحروب حتى توجهت ووقعت الفصائل وغيرها وعندما ذهبت أوقفت عنها إسرائيل تحويل الأموال والمقاصة وابتزتها أمريكا إلى آخره يبدو أن المسؤول الفلسطيني يخضع لحسابات وتوازنات سياسية لكن أنا أدعوه من هذا المنبر أن لا يحسب حساب الضغوط الأمريكية ليس هناك أكثر مما هو يعني قالوا وما يضير الغريق من البلل ونحن غرق الآن وكل هذه العقوبات وأغلقوا مكتب منظمة التحرير وضموا القدس ماذا ننتظر من الإدارة الأمريكية؟ فلنذهب ونتوجه إلى المحافل الدولية وهذه خطوة مهمة ومؤثرة على فكرة هذه مؤثرة ستضع إسرائيل أمام استحقاقات تعويضات بملايين الدولارات لأنها جزء من اتفاقية عدم التمييز وفيها نص بأن الدول عندما تختلف تتقاضى إلى محكمة العدل الدولية واتفاقية جينيفر الرابعة التي فيها نص في المدى خمسين وما بعدها حول التزامات دولة الإحتياج دكتور زيد نحن الآن نتحدث عن قضية شائكة لا أعرف إذا كانت هناك دراسات تبين أو تقيس مدى تأثر القطاع التعليمي بهذه الإجراءات الهجمة الأولى التي تفضلت بها ثم الثانية والثالثة والسياسات الاحتوائية والتهمشية لقطاع التعليم لكن بصفة عامة وبصراحة كيف تقيم الوضع في هذه الآونة أمام كل هذه السياسات التي يعمل الاحتلال الصهيوني عليها بشكل يومي يعني الوضع خطير جدا لأن الهجمة التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأيام في أكثر من مجال يعني الهجمات السابقة كانت مثلا استهدفت السيطرة على المناهج التعليمية الهجمة التي تلتها في 2011 استهدفت تحريف المناهج واستبدال كتب محرفة بين أيدي طلاب لكن الهجمة التي بدأت من 2014 بناء توسط اللجنة التي سبق وتحدثنا عنها لها أكثر من باب ولها أكثر من مجال فمثلا فيما يتعلق بمدارس لأنروى الهجمة في محاولة السيطرة على مبانيها فيما يتعلق بجميع المدارس داخل القدس الهجمة لسحب الكتب بين أيدي الطلاب واستبدالها بكتب محرفة هجمة على إمكانيات المدارس هناك هجمة على جوذة التعليم هناك هجمة على تعيين المدرسين الهجمة لها أكثر من باب وبالتالي الوضع خطير جدا ويستدعي وقفة كما تفضل الدكتور الضيف معكم يستدعي وقفة جدية من جميع المؤسسات الرسمية سواء داخل القدس المحتلة أو خارجها لأن الأمانة التي بين أيدينا من المحافظة على التراث الفلسطيني والمحافظة على القيمة الوطنية الفلسطينية مسؤولية كبيرة نعم الاحتلال بكل بساطة يتحايل على جميع قرارات المحاكم فمثلا هناك قرار محكمة يقضي بإجبار الاحتلال بافتتاح غرف صفية جديدة استغلها الاحتلال بصالح وفعلا بدأ بافتتاح غرف لكن غرف تعتمد المنهاج الإسرائيلي وكما سبق وأشرت لك في 2018-2019 العام الجديد نحن أمام ست مدارس جديدة مثل مدرسة أشباد القدس مدرسة الارتقاء مدرسة بيت حنينة المختلطة مدرسة الوادي الأسسية مدرسة المصار مدرسة البيان هذه كلها أسماء لمدارس جديدة تعتمد البقروت بين قوسين أو المنهاج الإسرائيلي لتعليم أبناء المقدسين نعم دكتور كيف يواجه المقدسيون ذلك كيف يواجه القائمون على القطاع التعليمي هذا مع العلم كما تفضل الدكتور سعيد أن هناك أكثر من نوع من المدارس في القدس نعم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بحكم الانتفيقيات الموقعة من قبل السلطة الفلسطينية أيديها مكبلة في العمل داخل القدس وإذا قامت بمحاولة أي نشاط فستسريعا ما سوف تغلقه سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتمنعه الآن الحقيقة لكي نقولها زراحة الكرة الآن في المحافظة على المناهج وفي المحافظة على مقية بأيدي أولياء الأمور الآن هناك وقفة محترمة لاتحاد جان أولياء أمور مدارس القدس هم يعملون على توزيع الكتب الفلسطينية على المدارس يحافظون على إدخال هذه الكتب إلى أكبر قدر ممكن من المدارس هناك تعاون من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية معهم لكن كما سبق أشار الدكتور تبقى هذه محاولات لأفراد أو لجمعيات أو لاتحاد لجان أولياء أمور الحقيقة يجب أن تكون هناك وقفة جدية أكثر من وقفة جمعيات أو وقفة أفراد نعم كيف يمكن تحقيق هذه الوقفة دكتور نحن الآن أمام قطاع تعليمي ينهار ليس فقط قطاع التعليمي لكن هو موضوع الحلقة اليوم معظم القطاع التنهار في مدينة القدس أولا يجب أن لا يترك أهل القدس في هذه المعركة لوحدهم هذه نقطة البداية أهل القدس يقومون بجهد كبير رغم قلة ما في اليد إلا أنهم يذهبون بأبنائهم إلى مدارس التعليم الخاص وهذا مكلف هذا مكلف مكلف جدا في المعيشة في مستوى معيشة الاحتلال لأن القدس تحت الاحتلال مباشرة ومستوى المعيشة متقارب ليس مثل الضفة وغزة يعني مكلف جدا ولذلك يجب أن يكون هناك خطط من السلطة الفلسطينية مثلا لزيادة رواتب المدرسين الذين يعملون لموازات ما يسمى غلاء المعيشة ويجب أن يكون هناك دعم للمدارس بكافة الإمكانيات والوسائل التعليمية ليس أقلها من استئجار الأماكن الجديدة لافتتاح صفوف جديدة وتحمل نفقات على حساب السلطة إن استطاعت إلى ذلك سبيلا والسلطة أيضا أيديها مكبلة كما تفضل الدكتور ولذلك يجب أن يهب المسلمون في العالم ولنبدأ بالدول العربية والإسلامية لأخذ دور في دعم هذه العملية وليس أقل من أن نشرح هذا برنامجكم تسليط الضوء تدويل القضية الناس لا تعرف هذه المعاناة ولا تدركها وبالتالي لن تتعاطف الناس مع شيء لا تعرفه وبالتالي هذه السياسة التي تقومون بها تسليط الضوء على هذه الملفات يا مشكورة لكن هذا أقل القليل هذه نقطة البداية نقطة ما بعد البداية أن نعرف ثم أن نفعل أن نخطط ماذا نفعل وليكن هناك برامج لتشجيع الدول العربية عبر مؤسسات مثلا مثل جمعية حمد الخيرية مثل جمعية قطر الخيرية مثل أي جمعيات من التي تتبنى تعليم الأطفال حول العالم فلنقول لهم أطفال فلسطين في المدينة المقدسة يعانون وبعضهم يعاني من التسرب وبعضهم لا يكمل تعليمه لأن أهله لا يستطيعون الإنفاق عليه هذه سياسة تجهيل متعمدة وسياسة مقصود منها تدمير التعليم هذا أيضا بعد هام وله تأثير البعد الثالث فلنقول للأمم المتحدة أن تقوم بدورها الأونر والآن أليس نصف السكان المقدسيين هم لاجئون هؤلاء الذين تفتتح لهم الآن الأونر ومدارس ثم تغلقها إسرائيل من هنا تحت أي حجة فليقم المجتمع الدولي بأخذ قطوات بافتتاح مدارس وتبنيها وتسليط الضو على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتنتهك التزاماتها بإغلاق هذه المدارس وتنتهك حق اللاجئين وهذا حق لاجئ له حق في القانون الدولي أعتقد أن المسارات ثلاثة مسار وطني محلي كما تفضل في الأولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني ومسار إقليمي للدول العربية والإسلامية ومسار دولي أشكرك دكتور دكتور زيد أخيرا في هذه الحلقة في الوقت المتبقي لديكم أنا أتسأل معك ومع المشاهدين الكرام عن مستقبل التعليم في ضوء هذه السياسات والإجراءات العدوانية تجاه قطاع التعليم ومستقبل هذه الأجيال الفلسطينية وأنت باحث متخصص في هذا الموضوع في ضوء كل ما تفضلتم به هل لدينا خشية الآن بكل صراحة ووضوح على هذه الأجيال من الوقوع في خاخ التعليم الإسرائيلي بين قوسين أم أن هناك وعي فلسطيني متقد يتحدى هذه الإجراءات ويفشلها إن شاء الله لم أسمع النصف الأول من السؤال حدثت مشكلة في الصوت فإذا سمحت تعيد السؤال بكل تأكيد تسألت وإياكم عن مدى تأثر هذه الأجيال بما يحصل هل تتأثر به فعلا هذه السياسات الكثيرة التي يقوم بها الاحتلال أم أن هناك وعي فلسطيني سيفشل هذه السياسات العدوانية تجاه قطاع التعليم ممتاز شكرا للسؤال هذا السؤال جدا مهم أخي الكريم علينا أن ندرك حقيقة واحدة الأقصى موجود في قلب القدس وجميع الأطفال وجميع المقدسيين يتوجهن باستمراء إلى المسجد الأقصى مجرد وجود المسجد الأقصى أمامهم وكافي لكي يذكرهم بأهمية الصراع وأهمية دورهم كمقدسيين في هذه المدينة المقدسة هذا أولا ثانيا إذا أردنا أن نتحدث من الموضوع من زاوية تربوية نحن لا نتحدث عن خطر خلال الأعوام الحالية خلال سنة أو سنتين نحن نتحدث عن خطر إذا دخل طفل عمره 6 سنوات الصف الأول والسمر في دراسة هذه المناهج بعد 12 سنة هذا هو ما يريده الاحتلال الإسرائيلي إذا لم يكن لا يريد مقدسي يطالب بالحرية هو يريد مقدسي يريد أن يعمل في مؤسساته الرسمية ويأخذ راتبه ويتقبل سياسة التطوية ويتراتقبل سياسة الاحتلال على أرض الواقع هذا من يريده الاحتلال الوعي الآن موجود والوعي إن شاء الله سوف يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام طمأننا إلى أكناف بيت المقدس إلى أولئك الفئة الصامدة في أكناف بيت المقدس هم موجودون وإن شاء الله سوف يبقوا صابرون لكن وعي الأجيال وعي مهم الخطر إذا لم يكن هذا العام خلال الخمس سنوات القادمة نحن نتحدث عن خطر على الأجيال هذا هو ما يريده الاحتلال وهذا هو إن شاء الله ما لم يحصد عليه الوعي موجود عند الطلب الوعي موجود عند الأساد الوعي موجود عند الجميع وإن شاء الله لن يصل الاحتلال إلى ما يريده بفضل الأقصى وغركة الأقصى إن شاء الله أشكرك جدا دكتور زيد ألقيق تشرفنا بك معنا في هذه الحلقة هذه أول استضافة لكم ولكن إن شاء الله ستكون تعقوبها استضافات أخرى دكتور زيد القيق المتخصص في قضايا التعليم في مدينة القدس المحتلة شكرا لك دكتور سعيد الرهان الرهان على المقدسيين صغارا وكبارا بمختلف شرائح المجتمع ولعل ما حصل في مثل هذه الأيام قبل عامين في تموز 2017 يحمل دلالات كثيرة وكبيرة وتعرف دولة الاحتلال أن ما حصل كان صادما بالنسبة لها وكان مفاجئا رغم كل ما تضخه من أموال ومن جهود تجاه تهويد المدينة وفراغ الناس من انتمائهم لكنهم تفاجأوا في مثل هذه الأيام من ردة فعل الشعب المقدسي هل نراهن على الشعب المقدسي فعلا؟ الرهان يقوم على حصانين إن شاء الله رب العالمين الأول هو التربية والتربية لها مرافقها الثلاثة البيت والمدرسة والمسجد فإن حاربونا في المدرسة وضيقوا علينا فلا زال أمامنا البيت والأم المقدسية تستطيع أن تفعل الكثير ولا زال أمامنا المسجد نستطيع أن نقول ونوعي فيها الكثير الحصان الثاني هي التوعية واليوم التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الفيسبوك وعبر القنوات الفضائيات أصبحت المعلومة لا يمكن حجبها لا يمكن لأي صولة سلطة قهر مهما بلغت أن تخفي الحقيقة وأن تزور التاريخ إن زوروه هنا فنحن نفنده هنا ونكشفه هنا بالصورة بالبرومو بالفيديو أو بهذه البرامج مشكورين إن شاء الله شكرا جزيلا لك دكتور سعيد كنت معنا في هذه الحلقة أيضا متخصص بالقانون الدولي وحقوق الإنسان وأنتقل بمشاهدين الكرام إلى موضوع الثاني أو الفقرة الثانية في هذا البرنامج وهي زهرة المدائن ونتعرف إياهم ماذا فعل جدار الفصل العنصري التي بنته دولة الاحتلال حتى تصبح في جيتو داخل هذا الجيتو الموجود فيه ماذا فعل بالقدس وكيف حولها إلى منطقة محاصرة مأسورة فالمتابعة جدار الفصل العنصري حول القدس خمسة عشر عاما على بدء بنائه حول القدس حيث يحيط بالمدينة من ثلاث جهات بطول مائة واثنين وأربعين كيلو مترا ويهدف الكيان الصهيوني من خلاله فرض حقائق على الأرض في الديمغرافيا والجغرافيا أخرج الجدار مائة وعشرين ألف مقدسي خارج حدود بلدية القدس وحول التجمعات العربية إلى معازل مطوقة بالمستوطنات بما يمهد لتشكيل ما يسمى القدس الكبرى بالمفهوم الصهيوني شكل الجدار ضربة قاضية للاقتصاد المقدسي حيث خسرت المدينة تسعين بالمئة من أراضيها كما ضيق على الحركة التجارية في المدينة وزيارة الأماكن المقدسة لا سيما المسجد الأقصى وكنيسة القيامة قل لك ذلك فرص الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية حيث يضطر عشرون بالمئة تقريبا من تلاميذ مدارس الأوقاف ومعلميهم اجتياز حاجز تفتيش بشكل يومي للوصول إلى مدارسهم في شرق القدس أظهر التقرير الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار عام 2004 اعتبار الجدار غير شرعي ودعا إلى ضرورة وقف بنائه وتفكيك ما بني منه ودفع تعويضات للفلسطينيين الذين لحقهم الضرر بسبب الجدار لن يتم اقتلاع الفلسطيني من قدسه فهي منه وهو منها ولسان حاله يقول سوف نبقى هنا أما في ذاكرة فلسطين فلنتابع اليوم أحد انتصارات شعبنا الفلسطيني والعربي في معركة الكرامة التي وقعت عام 68 وتسعمائة وألف فإلى هناك صنع الإسرائيلي أسطورة جيشه التي لا يقر ثم صدقها فآمن بالنصر الدائم على جبهته غير أن مقاومي مخيم الكرامة كان لهم في أسطورة الإسرائيلي رأي آخر معركة الكرامة عام 1968 في عقاب حرب عام 1967 قامت مشاريع جديدة للسلام إلا أن جميعها باء بالفشل أمام التعنت الإسرائيلي الرافد لجميع حلول السلام إذ إن إسرائيل كانت تعتبر خروجها منتصرة من الحرب أمرا لا يقبل تفاوضا جديدا مع العرب ولا تنازلا عن مكتسبات الحرب التي خاضتها كانت هذه الفترة مظلمة بالنسبة للفلسطينيين إلا أنها لم تكل من الأمل نتيجة للعمليات الفدائية التي قامت بها حركة فتح ضد اليهود وصلت أخبار إلى حركة فتح عن طريق المخابرات الأردنية تفيد بأن إسرائيل تنويشن هجوم ضد فصائل المقاومة في مخيم الكرامة وقد دعت المخابرات الأردنية حركة فتح إلى سحب قواتها من هذه القرية ولكن فتح أصرت على المقاومة والمواجهة حشدت إسرائيل لتنفيذ العملية قواتها إذ بلغ عدد هذه القوات خمسة عشر ألف جندية عبرت القوات الإسرائيلية النهرة تحت تغطية نيران المدفعية ولكنها ما كادت تتقدم مسافة مائتي متر حتى اصطدمت بمقاومة عنيفة أعاقت تحركها وكبدتها خسائر كثيرة مما اضطر القيادة الإسرائيلية إلى الزج بقواتها الجوية بكثافة كبيرة مركزة قصفها على مواقع المدفعية الأردنية والفدائيين وبعد عدة ساعات تزايدت الخسائر الإسرائيلية واتضح لهم مدى الثمن الذي سيدفعونه لقاء كل تقدم فادعوا بأنهم قد أتموا تنفيذ المهمة الموكلة إليهم وبدأوا بالانسحاب فتكبدت إسرائيل خلال انسحابها أيضا خسائر كبيرة إذ هاجمتها الكمائن التي نصبتها لها قيادة المقاومة قبل المعركة وسرعان منتشر خبر الانتصار الذي كان يعني كسر حاجز الخوف من القوات الإسرائيلية وأن باستطاعة العرب قهر الجيش الإسرائيلية وبدأ العمل الفدائي يتوسع بناء على ذلك ويبني له قواعد كبيرة في الأردن ولبنان وازدادت العمليات الجهادية حتى وصلت إلى 52 عملية عسكرية ضد اليهود في شهر واحد صفحة من ذاكرة أمه عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين شكرا لكم بحسن المتابعة هذه تحيات فريق العمل السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة